اهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج حديث الخليج بمثاق غليظ نصت المادة السادسة والعشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أهمية التعليم مشددة على أنه حجر الزاوية الأساسي لكل مجتمع وأنه الاستثمار الأفضل الذي يمكن للدول تبنيه من أجل مجتمعات مزدهرة وصحية وعادلة في دول الخليج القضية بالتأكيد ليست الحق في التعليم نظرا لأن الوضع الاقتصادي على تفاوت مستوياته في هذه البلدان يسمح بتجاوز المعوق الرئيسي وهو التمويل ولكن ذلك لا يعني عدم وجود تحديات تواجه قطاع التعليم وأبرزها الفجوة بين التعليم الأساسي العام مقارنة مع التعليم الخاص في دول الخليج بإجماع الخبراء من حيث الجودة والتكلفة وفرص الوظائف للخريجين فبحسب دراسة نشرتها جامعة كيمبرج عن التحديات التي تواجهوا التعليم في منطقة الخليج خلال العقدين الماضيين قطعت بعض بلدان الخليج أشواطا كبيرة في التحول من دول تعتمد في مداخيلها على عائدات النفط والغاز إلى دول تسير على سكة بناء اقتصادات قائمة على المعرفة بحيث يكون محركها الأساس هو رأس المال البشري في هذه الحلقة مشاهدينا سنناقش الوضع الحالي للتعليم الأساسي العام في دول الخليج والتحديات التي تواجه هذا القطاع كما سنبحث في إمكانية إسهام هذا التعاون في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لسكان دول الخليج قبل البدء بالحوار في هذا الموضوع دعونا نتابع تقريرا عن محاولات إصلاح نظم التعليم الأساسي في الخليج والاستثمار في رأس المال البشري الاستثمار في رأس المال البشري مفتاح تحقيق النمو المستدام في دول الخليج على رأس هذه الأولويات إصلاح التعليم الذي يشكل تحديا حقيقيا لهذه الدول وسط إكراهات عدة إذ يجمع خبراء على أن العقد الأول من هذه الألفية شهد تحولات كبيرة في التعليم على مستوى الممارسات والسياسات ومع ذلك هناك ملاحظات متعلقة بجودة التعليم الأساسي العام وفقا لدراسة صادرة عن جامعة كامبرج قالت فيها إن النواقص تبدو واضحة خاصة عند المقارنة مع التعليم الخاص وبالتالي فمن المهم التوصل لسياسة معالجة للوضع التعليمي من أجل رفع جودة التعليم وإنتاج رأس المال البشري الماهر والمؤهل والذي يسهم بدوره في تحقيق نمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والثقافية في دول المنطقة كما يلعب التعليم دورا حاسما في تحسين نوعية الحياة وتعزيز قيم المواطنة والمشاركة الديمقراطية وفقا للدراسة ويتجاوز عدد الطلاب في المراحل التعليمية كافة في دول الخليج 12 مليون طالب من بينهم أكثر من 7 ملايين في التعليم الأساسي في حين يتجاوز إجمالي عدد المدرسين في جميع المراحل في دول الخليج 960 ألف مدرس بحسب الدراسة لمنصة الخليج أونلاين ومن المشاريع الإصلاحية التي انطلقت في المنطقة لاختبارات الوطنية الموحدة التي تقوم بقياس مهارات ومعارف الطلاب بشكل مستقل وبنائها على معايير واضحة ناهيك عن الاهتمام بالمعلم وتحسين مهاراته من خلال إصلاح برامج إعداد المعلمين واستقطاب الكفاءات للاتحاق بتلك البرامج ككلية البحرين لمعلمين وإطلاق رخصة المعلم في قطر والسعودية والإمارات كذلك تركزت الجهود على برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة ورفع جودتها كإطلاق المركز الوطني للتدريب المهني في السعودية إذن في البداية مشاهدين اسمحوا لنا أن نرحب بضيوفنا في الفقرة الأولى من هذه الحلقة معنا في الستوديو من دبي دكتورة غادة المرشدي الأستاذ المشارك في كلية التربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة ومن قطر معنا دكتورة أسماء الفضالة مديرة البحوث وتطوير المحتوى في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم أهلا بكم معنا في هذه الحلقة وأبدأ معك هنا دكتورة غادة بالسؤال يعني كما ذكرنا التعليم هو طبيعة الحال إحدى ركائز الاستثمار في رأس المال البشري إلى أي مدى تعكس سياسات دول الخليج هذا المفهوم في رأيك؟ نعم مثل ما ذكرت رأس المال البشري والإنسان هو الأساس في كل السياسات فدولة الإمارات ودول الخليج صار التركيز بشكل أكبر على الإنسان صار الاستثمار من كل النواحي وخاصة التعليم لأن التعليم الإنسان إذا حصل على التعليم ممكن التطوير في كل النواحي في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها فكان التركيز كبير على الإنسان في النواحي التعليمية مثال ذلك دولة الإمارات من خلال الرؤية ومن خلال الاستثمارات التي تقوم فيها الدولة لاحظنا التركيز على الإنسان من خلال التعليم من خلال ابتعاد خارج الدولة للتعليم من خلال تطوير مؤسسات التعليمية وصرف مبالغ وميزانيات كبيرة لتطوير التعليم والبنية التحتية للتعليم لتطوير الإنسان والاستثمار في الرأس المال البشري يعني هو واضح ربما من أيضا التصرحات المتكررة لقادة دول الخليج أن منطقة الخليج بشكل عام تضع التعليم نصب أعينها وهو أولوية بلا شك هنا أنتقل إليك دكتور أسماء إذن هناك استثمار واضح لدول الخليج في رأس المال البشري من خلال التعليم ولكن ما أهم أوجه هذا الاستثمار في رأيك؟ يعني كيف تتضح على أرض الواقع؟ في البداية السلام عليكم وشكرا على الاستضافة طبعا الاستثمار في رأس المال البشري في دول الخليج يتمثل في عدة استثمارات في الأنظمة المختلفة ومنها في تركيزنا اليوم على النظام التعليمي لو نعدد مثل هذه الأوجه أول شيء توفير فرص التعليم للأفراد لو لاحظنا عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس مقارنة بثلاثين سنة أو خمسين سنة سابقة نشوف أن فرص التعليم للأفراد سواء ذكور أو إناث فرص كبيرة كذلك بناء البنية التحتية التعليمية من مدارس جامعات معاهد فنية لضمان إتاحة الفرص التعليمية تدريب المعلمين والتطوير المهني طبعا دورهم جدا مهم لإبقائهم على طلاع دائم بأحدث الممارسات التعليمية لأن أنظمة التعليم كأي مجال ثاني في الطب في الهندسة في الصناعة يحتاج إلى موائمة مستمرة كذلك البحث والابتكار من النواحي للاستثمار سواء تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية من معاهد مراكز بحثية مختبرات تسهل البحث التعليمي وتوفير المنح والتعاون الدولي للمساهمة في تطوير اقتصاد قائم على المعرفة بالإضافة إلى نظم ريادة الأعمال والابتكار الاستثمار في التعليم الريادي دعم الأفراد في دعم أنظمة الابتكار والحاضينات وفرص التمويل لتطوير ونمو الشركات الناشئة في النهاية حب أنهي بجودة التعليم صحيح أن جميع دول الخليج قدمت تعليم عالي الجودة لتزويد الأفراد بالمعرفة والمهارات والكفاءات المستقبلية لكن هناك تحديات كبيرة تواجهها هذه الأنظمة وتحتاج إلى كثير من بذل الجهود لتطوير هذه المحتويات طيب دكتورة غادة نحن نتحدث هنا بالتحديد عن التعليم الأساسي في مطاقة الخليج بشكل عام في الفترة الماضية فترة ليست بقليلة يعني كان هناك اعتماد واضح على المناهج الغربية الأساليب التعليم الغربية التعليم الخاص الذي يعتمد على هذه الأنظمة المعتمدة غربيا دعينا نقول ما رأيك في هذا النظام في استقدام هذه الأنظمة استقدام مؤسسات غربية من أجل التعليم الخاص في منطقة الخليج وكيف كانت هذه التجربة في رأيك؟ نعم مثال التجربة خاصة في دولة الإمارات مثال وزارة التربية والتعليم التي قامت به هي الاستفادة من هذه التجارب العالمية ولكن بالشراكة المجتمعية وبشراكة محلية وطنية معنى ذلك أن هناك نوع من اكتساب الخبرات من الخارج ولكن بناء هذه الخبرات واستكمالها ودمجها مع الشراكة المجتمعية المحلية الوطنية التي تقوم من خلال خبراتها ببلورة هذه السياسات وكيفية تطبيقها على أرض الواقع لتتناسب مع مجتمع الإمارات مع الهوية الوطنية مع الأمور الأخرى المرتبطة بالدين والتسامح وغيرها من الأمور المهمة في دولة وفي مجتمع كمجتمع الإمارات ومجتمع الخليج هل ترين أن هذه الشراكة ربما كما أسميتها هل ترين أنها تحققت بنفس الطريقة التي كانت متوقعة أو منتظرة منذ البداية هناك من يرى أن التعليم الخاص الغربي دعينا نقول ما يزال منفصلا نوعا ما بحد ذاته عن بقية أنظمة التعليم داخل دول الخليج ما رأيك في هذا الكلام؟ هو يعتمد على كيفية تطبيق هذه السياسات بعض الأحيان بعض المثال المدارس الخاصة فيها نوع من الشراكات مع الوزارة تطبيق المناهج وغير ذلك ولكن بعض الأحيان نلقى بعض التحديات وهذا شيء طبيعي في أغلب دول العالم أن التحديات موجودة من خلال فهم هذه التحديات يحاولون بقدر الإمكان أن يكون فيها نوع من التعديل والتطوير بين فترة وفترة طيب جميل على ذكرك التحديات أتحاول إليك دكتورة أسماء إذن نتحدث الآن عن التحديات التي تواجه التعليم بشكل عام في منطقة الخليج وبالتحديد التعليم الحكومي ما رأيك في هذه التحديات؟ ما هي أبرز هذه التحديات اليوم؟ شكرا على السؤال طبعا هناك تحديات محددة في بعض الدول ولكن أتكلم بصفة عامة عن المشكلات الشائعة وأبني على الكلام الذي ذكرتها الدكتورة غادة بالنسبة لجودة التعليم مثل ما ذكرت في السؤال الأول تم إحراز تقدم كبير في إلحاق الطلاب بالمدارس وتطوير البنية التحتية وتحسين بعض المهارات خاصة المهارات الأكاديمية لكن جزء من التحدي هنا تحسين المستمر في تصميم المناهج ليكون دور الطالب يتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمي اللي هو سريع التغيير والمتغيرات الكثيرة سواء تغيرات صحية مثل ما شفنا في جائحة كورونا تغيرات بيئية تغيرات مختلفة ممكن تأثر في التعليم وتشكل دور الطالب النقطة الثانية ملائمة التعليم وموائمة مع احتياجات سوق العمل هناك حاجة لانواء بين البرامج التعليمية ومتطلبات سوق العمل وسد الفجوة بين التعليم والتوظيف عشان نضمن استمرار سجاد الطلاب الخريجين بشكل أفضل لسوق العمل نقطة ثالثة وأعتقد أغلب الدول سواء دول الخليج أو دول المنطقة العربية أو حتى العالمية إلى الآن يتم التركيز على الاختبارات المعيارية كمقياس للأداء التعليمي لكن هناك مهارات تحتاج إلى اختبارات مختلفة مثل قياس التفكير النقدي الإبداع الجوانب النفسية والاجتماعية دمج التكنولوجيا مثل ما شفت في جائحة كورونا تم استخدام وتطوير البنية التحتية لاستخدام التعليم الأولاي لكن هناك تحديات دكتور أسماء بالنسبة للتحديات التي ذكرتها حتى الآن هي تحديات تجب وتقوم دول الخليج بشكل عام بمحاولة مواجهاتها وتغلب عليها ولكن هل هنا الإقبال على التعليم الخاص هل يلعب هو أيضا دور مهم في تراجع التعليم الحكومية أو في عدم التوصل أو تجاوز هذه التحديات التي تحدثت عنها لأن هناك إقبال واضح من قبل المواطنين على التعليم الخاص بالتحديد في منطقة الخليج طبعا الدول تقدم أنواع مختلفة من التعليم سواء تعليم حكومي تعليم خاص أو مدارس مثلا تابعة لسفارات والجلاليات المعينة لي ولي الأمر حرية الاختيار في سواء تعليم خاص أو تعليم حكومي لو نظرنا إلى تركيبة المدارس تتبع مناهج معينة تعتمد على تطبيق هذه المناهج والتطبيق الإختبارات وتدريب المعلمين في النهاية نعم الجودة تختلف على حسب رؤية المدرسة وطريقتها في تطبيق ما تشوف أنه ضرورة أو أولويات من أولويات التعليم فمثلا المدارس الخاصة تركز على تدريس باللغة الإنجليزية واللغات المختلفة على عكس المدارس الحكومية التي تركز على اللغة العربية بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية لكن تحديد الأولويات هي التي تشكل طريقة التطبيق لهذه الأولويات في النهاية المخرجات تكون مختلفة على حسب نظرة ورؤية كل مدرسة وكل نظام دكتورة غادة هناك من يرى أن التقييم ومراقبة هذه الأنظمة منظمة التعليم الحكومية بالتحديد لها دور مهم جدا في تحسين جودة التعليم العام المقدم للطلبة في دول القليج بشكل عام وفي ضمان استمرارية النجاح في المنظومة التعليمية هل ترين أن هذا الدور موجود بالفعل وهل هو فعال على أرض الواقع؟ نعم التقييم هذه موجودة وعلى أساسها هناك بعض المدارس التي قيمت مثلا بدرجات الامتياز والمدارس التي لم تقيم بدرجات أقل فنلاحظ حتى أولياء الأمور صار مثلا ينقلون الأطفال أطفال هم مثلا من مدارس معين لمدارس أخرى حسب الجودة في هذه المدارس اعتمادا على هذه المعايير وهذه المعايير أسترت أيضا على المدارس بشكل عام المدارس الخاصة من ناحية مثلا هل من ناحية حتى مثلا أولياء الأمور الذي مثلا أبناءهم يصرف مثلا جهات العمل تصرف لهم مبالغ لبدل التعليم فهناك معايير معينة مثلا المستوى مثلا ممتاز وجيد جدا فقط الذي ممكن يلتحقون أطفالهم إليها فهذه لها تأثير كبير أدى إلى أن المدارس الأخرى حاولت أن ترفع من جودتها واتبعت السياسات التي ترتبط بوزارة التربية والتعليم ومنها الأمور المرتبطة مثلا بتدريس الدين اللغة الإسلامية والتربية الوطنية والتربية الأخلاقية فهناك في نوع من التعديل والتغيير بسبب المراقبة والتقايم هذه ولكن حتى الآن تظل المدارس الخاصة ربما تحتل المراكز الأولى في تقييمات الأفضل دعينا نقول بالنسبة للمدارس لماذا في رأيك؟ لأن المعايير التي تتبعها المدارس الخاصة غالب تكون معايير عالمية اتباعنا حسب المنهج الأمريكي أو البريطاني أو غيرها فأغلب هذه المدارس تتبع التقايم البيثة والتقايم هذه اللي هي على مستويات أعلى بعض أولياء الأمور يتجهون للمدارس هذه لأن عندهم توجه مستقبلا لأطفالهم للابتعاث للخارج فيكون أسهل بالنسبة له أنهم يتجهزون من البداية وأنهم يلجأون للابتعاث بطريقة أسهل حتى من ناحية المساقات مستقبلا جميل الحوار مستمر تفضلها بالبقاء معنا دكتورة غادة المشيدي ودكتورة أسماء الفضالة مشاهدين بعد لحظات سنسأل كيف يمكن تطوير التعليم والاستفادة من التجارب العالمية مع الحفاظ على الهوية الثقافية للمنطقة أهلا بكم مشاهدين من جديد في فقراتنا الثانية من حلقة اليوم لبرنامج حديث الخليج والتي نناقش فيها إمكانية تطوير التعليم والاستفادة من التجارب العالمية مع الحفاظ الهوية الثقافية لمنطقة الخليج قبل أن نفتح الحوار في هذه الفقرة دعونا نعود للدراسة التي نشرتها كيمبريج والتي تقول فيها الباحثة القطرية هند الأنصاري إنه مع انطلاق مشاريع ضخمة لإعادة تشكيل دور التعليم في دول الخليج ظهرت تبعات اجتماعية لازمت هذا التحول إذ صار عدد من المواطنين متسلحين بمهارات العصر مثل التفكير النقدي وهذا سيطر حتما تحديات لهذه الدول وفق الدراسة التي شددت على أن المواد العلمية المدرسة في المدارس الحكومية بالتحديد منتقات بما يتماشى مع منظور الدولة وأن الطلبة لا يتلقون دروسا عن حقوق المواطنة أو القضايا الإقليمية والدولية باستثناء المدارس العمومية الكويتية والتي تدرس مادة حقوق الإنسان في الصف الثاني عشر عموما لمناقشة هذا المحور من موضوع اليوم ينضم إلينا من الظهران الباحث الدكتور أحمد محمد الألمعي استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين كما نجدد الترحيب بطيفتين الدكتورة غادة المرشدي الأستاذ المشارك في كلية التربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة والدكتورة أسماء الفضالة مديرة البحوث وتطوير المحتوى في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم أهلا بكم جميعا أبدأ معك دكتور الألمعي يعني تبني نماذج مناهج التعليم الغربية كان في مقدمة استراتيجيات الإصلاح التعليمي في بلدان الخليج هل كان هناك في رأيك ربما إغفال لبعض الجوانب في تلك النماذج والذي أثر بالتالي على نجاحها في منطقة الخليج مرحبا باسل تحياتي لك والزميلات دكتور غادر دكتور أسماء والمشاهدين وأشكركم على اهتمامكم بمواضيع مهمة مثل هذه التعليم يعني بدأ في التغيير من فترة طويلة في منطقة الخليج في المنطقة العربية ككل ومر بفترات وتغييرات كثيرة أنا يعني هذا ما هو شيء جديد يعني أذكر أنا قضيت حوالي 20 سنة في أمريكا ومر يعني كدوري كطبيب نفسي مختصف الأطفال الناحية التعليمية مهمة جدا وجزء منها كان اختلاف الثقافات في الولايات المتحدة الجميع كلنا نعرف أن هناك في اختلاف كبير في الثقافات فالأمريكان اللي من هوية بيضاء أو من هوية أوروبية هناك في اختلاف الثقافة بينهم وبين اللي نسميهم أفريكان أمريكنز أو الأمريكيين من أصول أفريقية أو الأمريكيين اللي من أصول لاتينية فهناك كان في اختلاف في الثقافات والولايات المتحدة الأمريكية وكثير من دول أوروبا اللي هي كانت بوتقة لإنسهار مختلف الثقافات فهم مروا بهذه التجارب إحنا كمبتعثين في مرحلة مبكرة مرينا بهذه الفترات يعني المملكة كانت أعتقد في حلقة سابقة ذكرته أن المملكة كان أول ما كان أسسا نسميها ثانوية تحضير البعثات اللي كانت العشرينات والثلاثينات وما قبلها وكانت ترسل لدول مختلفة انتقلت من الدول العربية للدول الأوروبية ولكن اللي اختلف في هذه كان الهدف الرئيسي مو فقط التعليم ولكن المعرفة اختلاف الثقافة اللي حضره من الخارج للمملكة كان لهم ثقافات مختلفة وهذا السائم في إثراء التعليم والثقافة واضح طيب كيف هو الحال بالنسبة للتعليم الأساسي نتحدث هنا عن استقدام مناهج أسليب تعليمية غربية لتعليم الأطفال هذه المرة وربما تشكيل لبنة الأطفال مختلفة بالتأكيد عن الكبار أو المراهقين مثلا نحن مرينا بفترات مختلفة لتقنين المناهج وجزء منها كان التأثير الغربي أو التأثير العربي اللي من دول العربية مختلفة غير خليجية والتأثير الغربي فيها والمناهج مرت بفترات تطوير وتقنين مختلفة ولا زلنا هناك نمر بكثير من التغييرات أعتقد أن المناهج بصفة عامة تحسنت بشكل كبير أنا أقول لك مثل بسيط يعني التعليم كان في منطقتنا أقول لك عن السعودية مثلا أنه كان هو حفظ يعتمد على الحفظ بينما التعليم في الغرب يعتمد على الفهم هناك مدارس مثلا نسميها مونتسوري سكولز أو مدارس مونتسوري اللي تعتمد بالشكل كبير على قابلية الطفل لتعلم بعدة طرق ومن زوايا مختلفة الآن التعليم صرنا تطورنا شوي فسأصبح التعليم أبتعد عن الحفظ وانتقلنا إلى شوي نبدأ نشكك في المعلومة اللي جاية هل هناك في دليل على هذه المعلومة وتغيرنا من أن ناخذ المعلومة التي تأتي من المعلم سواء كنا في مدارس أو في الجامعة وناخذها كقرآن منزل إلى بدينا نتساءل وهذه طبعا جاءتنا من أسلوب التعليم الغربي فإحنا دائما تقنين المناهج والاختبارات جزء مهم ولا زلنا نمر بهذه المراحل جميل طيب دعني أنتقل بهذه النقطة لدكتور أسماء دكتور أسماء عندما يتم تبني منظومة تعليمية من ثقافة إلى ثقافة أخرى يعني ليس بالضرورة يعني يكون هناك توافق مئة بالمئة بين التجربتين في رأيك هل هناك تعارض بين الاستفادة قدراتنا على الاستفادة من التجارب التعليمية الغربية والحفاظ على الهوية الثقافية للمنطقة لا أعتقد الاستفادة نحن نتكلم الآن عن شقين شق الذي هو المحتوى وشق طرق التدريس جميل ما أعتقد أن هناك فيه تعارض من الاستفادة من نسميها الممارسات أو البستة براكتسز من الخارج لكن بشرط أن هي ما تتعارض مع الثقافة مع اللغة مع كل هذه الأمور خاصة في موضوع البحوث إحنا لما نستخدم البحوث لا بد أن تكون تتناسب طرق البحث أدوات البحث مع البيئة التي نستخدمها فيها طيب دكتورة غادة عندما نتحدث عن الحفاظ على الهوية الثقافية للمنطقة من خلال تجربة تعليمية متوافقة مع العادة المنطقة مثلا هل هناك دور للأسرة والمجتمع الخليجي بالتحديد في دعم هذه التجربة وتحسين جودتها للخروج بمنتوج بشاري في النهاية بجودة عالية دعينا نقول نعم دور الأسرة لها دور كبير الأسرة مع وزارة التربية والتعليمية مع المعلمين مع المناهج الجديدة المرتبطة بالغرب هناك مصطلح المواطنة العالمية دولة الإمارات حاولت أن تطبق هذا المصطلح وهو معناته أننا لدينا مواطن فعال ينتمي للهوية الإماراتية والهوية الخليجية والدين وغير ذلك ولكن بنفس الوقت يرتبط بالعالم من خلال الاحترام الآخر والتسامح وغير ذلك فدور الأسرة في فهم هذه الأمور مهم جدا خاصة في القطاع الخاص في المدارس الخاصة بعض الأحيان هناك بعض المدارس تتطرق للأديان الأخرى بما أن هناك عندهم طلبة من أديان مختلفة فدور الأسرة هو تقبل الرأي الآخر تقبل الأديان الأخرى والتسامح وفهم هذه الأديان مع الاحتفاظ بديننا كدين إسلامي وهوية وطنية ولغة عربية وغير ذلك ولكن فهم أولياء الأمور مهم جدا لا يكون هناك نوع من التعارض نحن لاحظنا بعض التحديات في فترات حتى في العلام بعض الأحيان كان مثلا في احتفال باليوم الوطني الإماراتي ولكن في مدارس خاصة رفعت أعلام أخرى فكانت تفسيرات من أولياء الأمور تنم عن ثوء فهم لهذه الأمور فدور أولياء الأمور والأسرة في شيء هذا يساعد أن نربي النشأ الجديد على مفهوم التسامح والمواطنة وأيضا المواطنة العالمية خاصة أننا في دولة الإمارات ما شاء الله عندنا عدد الجنسيات يعني عدد كبير وهائل جميل طيب قبل أن نستكمل معكم هذا الحوار كنا قد تابعنا أراء الشارع بشأن الفروقات بين التعليم الخاص والتعليم الحكومي دعونا نتابع أراء الناس ونعود يفضل أن يكون القطاع الحكومي بحكم أن مثلا مدرسين عمانيين وفاهمين مع الطلبة ويمكن يكونون قريبين أكثر من الطلبة ويحكم أن الطلبة يكونون مع المدرسين أكثر المدارس الحكومية في مخرجات تعليم عالية وفي مخرجات تعليم أقل بس طبعا اللغاء بأقل لأنه اللي يدخلها عامة الناس أما غير في الخاصة نجد جانب ثاني في الخاص يعني تركيز أكثر اهتمام أكثر حتى أنهم نحصل خاصات ثنائية اللغة المدارس الخاصة تحس أن المدرسين أغلب المدرسين أقانب يكونوا ما أعظم ما أقول لك يعني بس ما أعظم يكونوا أقنبيين فيكون شيئا كأنهم غريبين عليك حتى في أسلوبهم تعليم الخاص أفضل من ناحية قودة المدارس من ناحية الأماكن الموجودة فيها يعني مهيئة للطلاب والاهتمام أكثر هناك في المدارس الخاصة بشكل عام هو التدريس في المدارس الخاصة هو أكثر قودة لكن ما يمنع أن المدارس الحكومية فيها قودة وفي حال إن إذا كان أهل الطلبة أقل في الصفوف كلما زادت القودة في النهاية تعليم لكن مثل ما تقول الخاص يعني شوية تكون قودتها أحسن من ناحية تعليم من ناحية المعلمين وكذا من ناحية التدريسية الخاص دائما يتفوق على الحكومية ليش؟ لأن أكثر الخاص اللي الحين معنا هنا في السلطنة الدراسة تكون بالإنجليزي ما بتكون بالعربي أكثرهم والله صراحة تعلم ما في المدارس الخاصة أحسن من الحكومية لأن الحكومة نشوف ما فيها يعني تطور ولا شهية هي نفسها طيب إذن تابعنا الآن معا شارع الخليجي بشأن الفرق بين التعليم الخاص والتعليم الحكومي كان هناك عوامل كثيرة ذكرت يعني البعض ربما شكر في التعليم الحكومي ولكن كان هناك تشديد على أن هناك جوانب إيجابية ومميزات للتعليم الخاص لا يمكن إغفالها دكتورة غادة يعني كيف رأيتي هذه الأراءة هل ما يزال التوجه كما كان في السابق للتعليم الخاص أما أن هناك ثقة أكبر في التعليم الحكومي في رأيك حاليا أعتقد صار ثقة أكبر من أولياء الأمر للتعليم العام عن الخاص خاصة تجربة الأزمة في فترة كورونا أثبتت أن التعليم الحكومي كانت البنية التحتية كان التخطيط والتجهيزات كانت أفضل من المدارس الخاصة خاصة أن بعض المدارس الخاصة صار ارتفاع وغلاء في الأسعار والأمور الأخرى فالبعض توجه من التعليم الخاص إلى التعليم العام في هذه الأمور كانت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات عندها الجاهزية القصوى في كل الأمور من ناحية تجهيز المعلمين وتطويرهم البنية التحتية من ناحية الإنترنت من ناحية المنصات الموجودة وكلها كانت بشكل مجاني الوزارة حاليا في التعليم العام هناك الكثير من المبادرات المختلفة مثل رخصة المعلم مثل البنية التحتية بلاء مدارس جديدة حتى من ناحية المسابح والرياضة والفنون البصرية صار في توجه لهذه المهارات والنظر إليها بشكل أفضل عن السابق وهذا الموجود أساسا في المدارس الخاصة يمكن أكثر من المدارس الحكومية في السابق جميل دكتور الألمعي ربما بينما نستمع لهذه الأراء كان أحد المواطنين يقول أنه في المدارس الخاصة يعني معظم المدرسين أجانب وهذه نقطة لها وجهان الحقيقة يعني لأنه من الممكن أن تعني أنهم من كفاءات أنهم ذوي كفاءات في النهاية أو أنهم من ثقافات مختلفة عن ثقافة المنطقة كيف تنظر لهذه النقطة أنت شخصيا وكيف يمكن تنمية نظام تعليم عامية تناسب مع الاختلافات الثقافية والاجتماعية والثقافية وما إلى ذلك والاقتصادية أيضا والله أنا أعتقد أن الرأي هذا جزئيا صحيح يعني هناك فيه اختلاف ثقافات لسبب ما نلقى أن غالبية أعضاء هيئة التدريس في المدارس الخاصة قد تكون من جنسيات تختلف عن جنسية البلد اللي المدرسة فيها ولكن هذا أختلف لأن بدنا نرى أن مواطنين كثير من جنسيات مثلا المملكة هنا السعوديين يعملون في المدارس الخاصة ولكن خلي أقول لك فيه نقطة مهمة هي وهي أن فيه ثقافة انتشرت من القديم أن المدارس الخاصة أفضل قد تكون هذا جزئيا صحيح ولكن أقول لك أن الجيل القديم وأنا منهم تخرجنا كلنا من مدارس حكومية يعني الفترة اللي أنا كنت فيها يعني ما كان أحد يفكر أن يروح مدرسة خاصة كلنا تخرجنا من مدارس حكومية التعليم كان وقتها يعتبر تعليم جيد وكثير مننا واصلنا تعليمنا لدراسات عليا وكثير من الخريجين اللي تابعوا دراساتهم في الخارج كان مستوياتهم قوية وحصلوا على تعليم ممتاز وعادوا للوطن بالشهادات أعتقد أن الثقافة والانطباع العام لكثير من الناس أن المدارس الخاصة أفضل وهذا إلى درجة ما قد يكون فيها شيء من الصحة المدارس الخاصة فصول تكون أصغر شوي في اختلاف شوي في الثقافات المدارس الحكومية غالبيتها يكون من المواطنين السعوديين بينما المدارس الخاصة في جزء كبير منهم قد يكون من جزيات مختلفة فهذا تساهم في إثراء الثقافة في التواصل أفكار مختلفة أنا أقول لك أنه يعني في كثير من المدارس الآن بدأت تنتبه إلى نواحي معينة مثل أنا أقول لك الأطفال اللي عندهم احتياجات خاصة صعوبات تعلم المدارس الخاصة ما تفي بإحتياجاتهم في كثير من الأحيان المدارس الحكومية تفي بإحتياجات كثير من هذا الأطفال اللي يحتاجون تعليم خاص دعم خاص طيب دكتور أسماء يعني دعيني سريعا أسألك يعني أنه إلى جانب التعليم العلمي والأدبي الذي يتلقاه الطلبة في هذه المدارس هناك بعض المفاهيم التي من المفترض أن تصل إليهم أيضا ومنها مبدأ المواطنة الفاعلة كيف يكون مواطن فاعل في هذا المجتمع أن يعرف ما هي واجباته ما هي حقوقه بطبيعة الحال من أن نتوقع أن يكون التعليم العام أفضل في هذه النقطة بالتحديد هل هو أفضل بالضرورة؟ ما رأيك؟ بالطبع يعني بالنسبة للتعليم الخاص وحتى التعليم الحكومي ذكرنا خصائص معينة له باستعقيبا على إجابات الجمهور يعني ما شاء الله غطوا مميزات للتعليم الخاص وأعتقد أن التعليم الخاص سلاح ذو حدين فيه مميزات وفيه عيوب سواء عدد الطلاب في الصف المدرسي نوعية التدريس نوعية المدرسين طرق التدريس بالإضافة إلى دور الطالب فسؤالك الآن مرتبط بدور الطالب طبعا دور الطالب في هذه المنظومة يختلف حتى في المدارس الحكومية تغير أيضا نظرة تعقيبا على الدكتورة غادة مثل مقالة تدريس المواطن العالمية الطلاب مثل ما ذكر الدكتور أحمد أن الجنسيات مختلفة فكل هذه في المدارس الخاصة فكل هذه تشكل دور الطالب مهامة في الصف وطريقة تعلمة غير لما يكون مع جنسية واحدة طيب دكتور الألمعي هناك نقطة أخرى مهمة جدا يعني فكرة التسلح بمهارات العصر والتفكير النقدي هذه أيضا إحدى النقاط التي من المفترض أن يكتسبها الطالب من خلال التعليم الأساسي هل هذا يعتبر اليوم من ضمن تحديات التعليم في منطقة الخليج شوف أنا أقول لك أن التفكير بالتعليم تغير وإحنا الآن الفكرة هي نسمي التعليم الشمولي التعليم اللي هو ياخذ في الاعتبار ثقافة الطفل قدراته والتعليم الجيد هو اللي ياخذ كل الأمور هذه في الاعتبار فلا ننسى أنه السوشال ميديا والإنترنت والإعلام له دور كبير في تغيير الثقافة التعليم بالنسبة للطلاب وللأهل الأهل حتى مو بس الطلاب بدأوا يتساءلون وهناك كثير من الانتقادات مثلا لأسلوب معين في التعليم ونلاقي أن الأهل صار لهم يناقشون كثير من هيئة التدريس والمدرسة في السابق كان خلاص المدرس اللي كان أسلوب التعليم هذا هو الموجود وهذا اللي تتقبل الأسر بأنه هذا هو أفضل أسلوب للتعليم بينما الآن صرنا نناقش الآن مثل البرامج هذه اللي حطيتها حضرت كنتي باسل والبرامج هذه كلها تعتبر تعليمية في كثير من الأهل والمشاهدين يسمعون ويعرفون أن هناك في طرق مختلفة للتعليم في قدرات مختلفة للأطفال يعني أصبح في مجال كبير للتساؤل وفي أسلوب التعليم أسلوب المدرس المناهج نفسها هذه كلها يعني البرامج مثل هذه ساهمت في تغيير ثقافة كثير من الأسر والطلاب طيب سنستمر بهذا الحوار بعد اللحظات ابقوا معنا الدكتور أحمد محمد الألمعي الدكتورة غادة المرشدية الدكتورة أسماء الفضالة ابقوا معنا جميعا وبعد قليل نسأل المشاهدين أي دور لتكنولوجيا في تطوير التعليم العام والكادر البشري في المنطقة أهلا بكم مشاهدين من جديد في الفقرة الأخيرة من برنامج حديث الخليج طبعا موضوع التعليم دائما ما يخلق الجدل وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي دعونا أن نستعرض لكم بعض التغريدات حول هذا الموضوع ونبدأ هنا بحساب نبض المساء الذي يقول نحتاج رفع كفاءة التعليم الأساسي لدينا ابتداء إعداد ثانوي رفع الكفاءة يتطلب مناهج قوية وتطبيقا عمليا وليس فقط الاكتفاء بالنظري هناك بعض الدول كفاءة التعليم الأساسي لديها فقط تعادل التعليم الأساسي والبكالوريوس في منطقة الخليج أما علي بن محمد الجديع فيقول من الصعب إصدار حكم حول ما إذا كان التعليم في دول الخليج يحتاج إلى مصفوفات للمهارات ومنظومات للقيم حيث يختلف هيكل ومحتوى التعليم من دولة إلى أخرى من خلال تصفحي كما يقول لمعايير دول الخليج الدول العربية أيضا لم أجد مصفوفة مهارات ولا منظومة قيم وهنا يكمن السؤال لماذا تفتقر الأنظمة والمؤسسات التعليمية إلى مصفوفات شاملة للمهارات والقيم ولماذا لا تعطي وزارات التعليم الأولوية لتطوير هذه المجالات هذا السؤال بحسب علي أما عبد الله فيقول في زمن النهضة كان التعليم مجانا في دول الخليج العربي بل كانت تدفع رواتب وكسوة وتغذية للطلاب وكانت البعثات مجانية ومدفوعة التكاليف لكل الطلاب المبتعثين في الخارج وهو ما يجب أن يكون ويستمر وأن لا يصبح التعليم سلعة تباع فالعلم يخلق الكفاءات والأمم ترتقي بالتعلم في تغريضة أيضا لمارين بوشهري تقول ليش التعليم في تظاهر؟ ليش الناس محبطة؟ ليش التطوير مهمل؟ ليش كانت درة الخليج؟ والحين شنو صارت؟ طبعا الحديث يطول وفي النهاية تقول ليش؟ هنا تتحدث عن الكويت بالتحديد نجدد الآن الترحيب بضيوفنا بدكتورة غادة المرشدي الأستاذ المشارك في كلية التربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة والدكتورة أسماء الفضالة مديرة البحوث وتطوير المحتوى في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم والدكتور أحمد محمد الألمعي استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين أهلا بكم جميعا من جديد أبدأ معك دكتور الألمعي في رأيك ما هو دور الإبتكار والتكنولوجيا اليوم في تطوير عملية التعليم العام في منطقة الخليج ككل؟ التكنولوجيا لها دور كبير في تطوير التعليم في البحوث وهذا أصبح شيء مهم كنا نتكلم عن التعليم الأساسي وتطوير التعليم الأساسي وأحد الطرق لتطوير التعليم الأساسي هي البحوث وتقنين أساليب التعليم أنا أقول لك أنه كان أفضل مقياس لدور التعليم والتكنولوجيا في التعليم هي فترة الكورونا الكورونا الماضية كان كثير من الطلاب يعني في عام 20-21 وإلى درجة ما 22 التعلم عن بعد كثير من الطلاب مروا بفترات صعبة في هذه الفترة خاصة الطلاب اللي عندهم مشاكل في التعليم أو في الانتباه والتركيز وما إلى ذلك كانت هذه الفترة صعبة عليهم بينما اكتشف كثير من المعلمين وكثير من هيئات التعليم طرق معينة لتوصيل المعلومات للطلاب والحفاظ على مستوياتهم كثير منهم نزلت مستوياتهم أثناء الفترة هذه في الأوقات العادية نقول لك أن التعليم باستخدام طرق وأدوات مختلفة لها دور كبير بيصال المعلومة للطلاب فالمعلم يشرح بطريقة السبورة في طريقة أخرى باستخدام الفيديو والإنترنت ووسائل تعليمية والتكنولوجيا والأشكال والغرافيكس وكل الأشياء هذه هذه أعتقد أنها ساهمت بشكل كبير في إثراء الناحية التعليمية إيصال المعلومة للطلاب بأشكال مختلفة وخاصة الطلاب اللي يكون عندهم صعوبات في التعلم وما يعتمدوا على الحفظ في التعليم ولكن الفهم أكثر من التعليم على ذلك جائحة كورونا نتقل إليك دكتور أسماء دكتور الألمعي ذكر الآن إيجابيات لهذه الجائحة التي أضافت في النهاية لعملية التعليم ولكن هناك جانب آخر ومجموعة أخرى من الناس يرون أن جائحة كورونا أثرت في التزام بعض الدول بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها إصلاح التعليم في المنطقة في رأيك كيف تنظرين لما حدث خلال هذه الفترة؟ أنا صراحة من الأشخاص اللي شوفوا أن في دروس إيجابية استفدنا منها من جائحة كورونا صحيح كانت فترة صعبة للكثير من الطلاب خاصة في بداية الجائحة لمقال من المقالات كتبتها أننا لا نسمي تعليم أونلاين ولكن كان تعليم طوارئ إلى أن الأنظمة والمدارس استطاعت أن تبني البنية التحتية وتتعلم من هذه التجربة وتحسنت بعض الأمور لكن أكد أن مثل ما قال الدكتور أحمد فيها بعض العيوب افتقار مثلا تعليم الأونلاين للجوانب الاجتماعية المدارس مكان لأن الطالب يتعلم من زملاء من المدرسين من الأشخاص اللي حواليه بحيث يلمي المهارات الاجتماعية طبعا قد هذه الفترة تم دمج والتعلم من التكنولوجيا لكن لحد الآن سواء فترة الكورونا أو بعدها في تحديات من الاستفادة الكاملة من إمكانيات التكنولوجيا وفي تغييرات كثيرة ليس بس زائحة كورونا مثلا الآن الشات الجي بي تي مثلا أشلون المدارس يتعامل معها والأنظمة بس بشكل عام يعني ولو نظرنا لمستقبل التعليم التركيز على الابتكار والتكنولوجيا جدا أهم وبناء منصات يتعلم فيها الطالب سواء الذكاء الاصطناعي الـ VR والـ AR وغيرها من الممارسات طيب دكتور أسماء بما أني سألتك عن عملية إصلاح التعليم في منطقة الخليج يعني أنت كنت ذكرت لنا قبل الحلقة أن التعليم ليس بحاجة لإصلاح وهذا ما ذكره بالفعل ذكرته دراسة كيمبرج التي ذكرناه في بداية الحلقة عن إصلاح التعليم الحكومي وضرورة إصلاح التعليم الحكومي أنت قلت أن التعليم بحاجة للتحول وليس الإصلاح ما الفرق بين التحول والإصلاح بالفعل يعني أنا حتى رسالة الدكتوراء التركيز على إصلاح التعليم في دولة غطر والدروس المستفادة أغلب الدول مرت بإصلاحات وتطورات ولو نظرنا حتى للأبحاث والممارسات تتغير دائما المفردات فنستخدم مرات ريفورم، تطوير، إصلاح حاليا أغلب الدول خاصة في السنة الماضية يركزون على تحول التعليم وهذا صناع القرار بشكل عام تحت ضغوط لتحقيق الأهداف التنمية المستدامة خاصة بقرب 2030 فهذه يزيد من التحديات لتطوير المدارس والأنظمة بشكل عام لكن أنا مع التحويل ويتم ذلك عن طرق مختلفة لكن دائما إحنا نغفل دور المعلم والقائد وحتى دور الطالب حتى اليوم نتكلم عن الصعوبات، التحديات، الحلول ودائما نغفل دور الطالب ودور المتعلم ففي النهاية نعم في فرق بين الإصلاح أو التغيير وبين التحويل وهذه الأجندة التي أغلب الدول تشتغل عليها حاليا لتواكب التغيير الذي حصل طيب، إن كان إصلاحا أو تحولا أو تطويرا دعينا نقول كلمة ثالثة من الممكن أن يكون تطور لعملية التعليم كيف تنظرين لهذه العملية وما المطلوب فيها ودور التكنولوجيا لرفع الكفاءات، جميع الكفاءات الموجودة في هذه المنظومة نعم، دولة الإمارات وأيضا على مصطوى عالمي مثل الدول الأمريكية والدول الأخرى مثلا وزير التربية والتعليم في دولة الإمارات صرح أن في دولتنا ممكن استخدام الطلبة للشات جي بي تي والذكاء للصناع وغير ذلك التحدي الذي نواجه هو يجب أن نكسب الطلبة مهارات لكيفية استخدام هذه الذكاءات واستخدام هذه البرامج وغيرها مثل الشات جي بي تي أو غيرها لأن بعض الأحيان مثلا في بعض الدول الأخرى حجبت هذه البرامج لأنها اعتبرتها أنه ممكن الطالب يعتمد اعتماد كله على هذه البرامج وما رح يستخدم مثلا التفكير النقدي والأمور الأخرى فالتحدي الذي ممكن نواجهه مع استخدام الإبتكار نحن نشجع الإبتكار ودولة الموضوع تشجع الإبتكار ولكن يجب أن يكون الطلبة عندنا مهيئين مهاريا مهاراتهم هل هم مهيئين كيف يستخدمونه بالطريقة الصحيحة في دراسات وضعت مثال استخدام البعض المرضى للشات جي بي تي في علاجات فكانت النتائج سلبية فهذا القصد أنك كيف كطالب استفيد من هذه المهارات مهارات الذكاء الاصنعي وأستفيد منها في دراستي في حياتي المستقبلية حتى وظائف اللي تسهل عليه مثلا الأعمال هذه ولكن من غير ما يكون فيها مثلا اعتماد كلي كغش والأمور هذه اللي تخاف منها طبعا المؤسسات التعليمية طيب بما أنك ذكرت موضوع تأهيل الطلبة لاستخدام هذه التقنيات إذن هناك سؤال آخر من سيؤهل هؤلاء الطلبة؟ هل الكفاءات التدريسية هل المدرسون مؤهلون بالفعل للتعامل مع هذه التقنيات والتطورات والقفزات الهائلة في التكنولوجيا في رأيك؟ نعم بسبب القفزات السريعة بثالة دولة الإمارات عندها مبادرات كثيرة منها رخصة المعلم ومنها دائما يكون فيه شيء جديد دائما المبادرات والتدريب موجود للمعلمين فالتدريب هذا هو دور كبير في القفزات هذه وتأهيل المؤلمين أولا وبعد ذلك تأهيل الطلبة نلاقي أحيانا بعض التحديات أن بعض المعلمين لا يتقبلون هذا السرعة في هذه الإجرات والسرعة في هذا التغيير ولكن البعض خاصة الفئة الشبابية نلاحظ أنهم ما شاء الله يواكبون هذا التطور السريع والمؤهلات يحبون أن يتعلمون ويتدربون نعم دكتور الألمعي بالنظر إلى هذه التغيرات السريعة التي نتحدث عنها هناك أيضا تغيرات سريعة في سوق العمل كيف يمكن تطوير نظام تعليم عام متكامل ومرن يستجيب لاحتياجات المستقبل ابتداء من اليوم برأيك كثير من الجامعات الآن ومراكز التدريب بدأت تركز على ما هي احتياجات سوق العمل وكان بعض التعليقات التي سمعتها من المتابعين كان يقول لك أن التعليم يجب أن يكون مجاني وأن يجب أن يكون ما تكون قيود اتجهت لو لاحظنا أن المملكة الآن الابتعاث وهي يمكنها أكثر دول العالم التي عندها برامج للابتعاث الخارج في آسيا وأفريقيا عفوا في آسيا وأوروبا وأمريكا البرنامج الابتعاث خف ولكن أصبح التركيز على مهارات معينة تخصصات معينة وفي جامعات معينة عادة نسميهم في أمريكا مثل الـ Ivy League أو النخبة من هذه الجامعات الآن تغير الوضع فأصبح الآن في اختبارات بالإضافة لنسبة الثانوية هناك في شيء يسمى اختبارات قدرات وهناك في اختبارات أخرى المقييس وهي في الغالب نوعا ما أكاديمية وسمية تحصيل للاختبار الآخر هي تقييس قدرات الطالب في التفكير في قدراته الذاتية نسبة إلى درجة ما نسبة الذكاء فهذه تغير التفكير بدرجة كبيرة أنا أقول لك أنه هناك الاتجاه هذا أنا حبيت ما ذكرت الزمير كان الدكتور أسمى عن تطوير مهارات المعلمين أصبح الآن في المملكة العربية السعودية في تقنين لأن المدرسين اختبار لكفاءاتهم وأصبح ترخيص المدرس شيء مهم وهذا هو الأمل والمتاظر في الفترة المقبلة بالفعل من نهاية هذه الحلقة أشكركم جميعا ضيوفي الكرام كنت معنا الدكتور أحمد محمد الألمعي استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين من الدوحة كانت معنا الدكتور أسماء الفضالة مديرة البحوث وتطوير المحتوى في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم وطبعا من دبي كانت معنا الدكتورة غادة المرشدي الأستاذ المشارك في كلية التربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة شكرا جميعا لكم وأشكركم طبعا مشاهدين على طيب المتابعة وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر